كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى بغداد وذكر عضو اللجنة أمجد العقابي أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتين النفط في كل من حكومتين المركز والإقليم للمباشرة بتسليم الكمية المذكورة إلى شركة تسويق النفط سومو مبينا أن تلك الإرادات ستسلم إلى بغداد بأثر رجعي ابتداء من كانون الثاني من هذا العام وحتى الآن بحسب تصريح النائب العقابي